موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي الفني زراعي صناعي تجاري فندقي مهني في مادة الرياضيات والدرس الثاني والحلقة الثانية وحدتي التقريب والخطأ والمسج والخلط زي ما احنا كلمنا في الحلقة الماضية عن التقريب وعرفنا ان احنا لما نيجي نقرب لابد اننا اتعامل مع القعدة اللي بتقول الاعداد عندي اللي هي اكبر من الخمسة يعني خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة بتزود واحد على الردبة اللي بعدية واما الاعداد صفر واحد اتنين تلات اربعة ما بتزودش دي الفكرة اللي عندي في الايه التقريب عايزين نبدأ مع بعض ونشوف السؤال الاولاني عندي هنا بيقول لي استخدم الالة الحاسبة في ايجاد قيمة ما يلي مقرباً الناتج لسلافة ارقام عشرية يبقى انا محتاج ان انا اقرب اجيب الاول جزر خمستاشر اعمل جزر خمستاشر وشوف الناتج هيطلع بكام هيطلع عندي تلاتة فاصلة تمانية سبعة اتنين تسعة تمانية كفاية ناخد حوالي اربع خمس ارقام وعايز هو يقول لي بقى مقرباً الناتج لثلاثة ارقام عشرية فين اول رقم عشري تمانية سبعة الرقم الثاني ثلاثة الرقم الثالث يبقى انا عايز اقرب الرقم ايه العدد اتنين طب اشوف الايه العدد اللي قبله طب العدد اللي قبله من الاعداد اللي هي بتزود ولا الاعداد ما بتزودش لا الاعداد اللي بتزود يبقى انا عندي الاتنين دي هتصبح تلاتة واكتب العدد كما هو واحزف طبعاً اللي على يمين العدد يبقى أصبح أننا استخدمت الألة الحسبة وطلعت قيمة جزر 15 ثم قربت الناتج إلى ثلاثة أرقام عشرية تعالوا نشوف السؤال الثاني بس قبل ما أشوف السؤال الثاني عايز أرجع ليكم هنا على الشاشة للتحويلات أفكركم لما أجي أحول من متر إلى سنتي بضرب في مية تاب العكس ما هو عكس الضرب يا شباب القسمة يبقى لو أحول من سنتي إلى متر في الحالة دي أنا هعمل إيه أنا هقسم طيب الكيلو متر إلى متر والكيلو واط إلى واط والكيلو جرام إلى جرام كل ده لما نيجي نحول بنضرب في ألف تاب لو أنا عايز العكس من متر إلى كيلو متر يبقى هنا هقسم على الألف اللتر إلى السنتي تكعيب نفس الكلام برضو هضرب في ألف تعالوا بقى نشوف السؤال اللي عندنا رقم اتنين قرب ما يأتي إلى درجة التقريب المبينة أنا بدي لك درجة التقريب المبينة جنبي المسألة فلابد أنك أنت إيه تنتبه بيقولي ميتين تلاتة وتمانين واربعة من عشرة لأقرب سنتيمتر ما معنى أقرب سنتيمتر يعني لأقرب وحدة لأقرب إيه وحدة طيب أنا عندي هنا السنتيمتر اللي في الأحد لما أقول أقرب وحدة اللي هي التلاتة أشوف العدد اللي قبلها اللي قبلها كام أربعة من الأعداد اللي ما بتديش تمام يبقى ما سهزود حاجة عندي يبقى أنا عندي العدد اتنين تمانية تلاتة يعني ميتين تلاتة وتمانين كده عندي لأقرب سنتيمتر ممكن يجيبها لي في السؤال لأقرب وحدة طالما لأقرب وحدة يعني أنا عندي أشوف الأحادي اللي عندي طيب اتنين وخمسين الف سبعمية اربعة وتسعين جرام لأقرب كيلو جرام أنا عندي هنا فيه الأول يعني إيه خطوة سابقة للتقريب اللي هي التحويل من جرام إلى كيلو جرام إحنا عارفين إن إحنا لما نيجي نحول من أصغر للأكبر نقسم يبقى هنا بالقسم على الألف طيب إزاي نقسم على الألف إحنا بنعتبر الفصلة هنا في الأول يبقى هنحركها جهة اليسار ثلاثة أرقام يبقى أنا عندي أربعة تسعة سبعة وحط الفصلة اتنين وخمسين يبقى اتنين وخمسين صحيح سبعمية اربعة وتسعين إيه من ألف طيب أنا عايزة أقرب الآن لأقرب كيلو جرام كأنها الأقرب وحدة أشوف عندي الاتنين مين اللي قبلها؟ السبعة آه دي من الأعداد اللي هي بتزود عندنا يبقى هتدي للاتنين واحد هتبقى تلاتة وخمسين هنا إيه؟ كيلو جرام وهنا سنتيمتر جميل جدا ده السؤال التاني كان عندي هنا في التقريب عايز أرجع بكم إلى القوانين وفكركم دي قوانين الوحدة الأولى كلها آه وهناخدهم قانون قانون الخطأ المطلق والخطأ النسبي والخطأ المئوي ثم نهاية الخطأ المطلق ونهاية الخطأ النسبي ونهاية الخطأ المئوي خلي بالك كأنك ماشي على سلم طيب وبعدين هنعرف النهايتين المحصورة بينهم القيمة الأصلية اللي هو الحد الأدنى والحد الأعلى وآخر حاجة عندي اللي هو تراكم الخطأ لما في عملية الجمع والطرح أو في عمليات الضرب والقسم نمسك القانون الأولاني الخطأ المطلق القيمة المقربة ناقص القيمة المضبوطة القيمة المقربة ناقص القيمة المضبوطة الخطأ النسبي الخطأ المطلق تقسيم القيمة المضبوطة أحيانا يجيب لي في السؤال القيمة المقربة يبقى هنا هستبدل القيمة المضبوطة بالقيمة المقربة الخطأ المئوي ده أسهل واحد فيهم اللي هو الخطأ النسبي ضرب 100 طيب نهاية الخطأ المطلق في عدد مقرب لآخر رقم فيه خلي بالك كل التمارين هيبقى فيها موجب وسالب 5 احنا بس الزيادة عندي في وضع الأصفار ووضع الفصلة بيقول لي موجب وسالب 5 من الرتبة التي تلي رتبة الرقم المقرب وهنشوف مع بعض واحنا بنحل التمارين نهايتها او نهاية الخطأ النسبي لعدد مقرب هيساوي زي فوق موجب وسالب الخطأ المطلق تقسيم القيمة المقربة طيب نهاية الخطأ المئوي برضو زي اللي فوق يبقى موجب وسالب الخطأ النسبي ضرب 100 طيب ازاي ان انا اجيب بقى النهايتين المحصورة بينهم القيمة الاصلية للعدد المقرب اللي هو الحد الادنى والحد الاعلى الموضوع بسيط جدا هقول له القيمة المقربة مرة ازود الخطأ المطلق يطلع للحد الاعلى ومرة ان انا انقص الحد المطلق يطلع للحد ايه الادنى وهنشوف الكلام ده واحنا بنتناول حل التمارين مع بعض اخر حاجة عندي يا شباب اللي هو تراقب الخطأ انا لما اعمل عملية تقريب ثم عملية تقريب ايه اللي بيحصل بيحصل عندي نوع من الخطأ فبنسميه تراكم للخطأ قالك في عمليات الجمع والطرح احنا بنعمل ايه بنجمع الاخطاء المطلقة اما في عمليات الضرب والقسمة نجمع ايضا لكن الاخطاء النسبية يبقى خلي بالك في حاول تفرع الجمع والطرح مرتبطين ببعض احنا هنا في تراكم الخطأ بنجمع الاخطاء المطلقة اما في عمليات الضرب والقسمة بنعمل ايه بنجمع الاخطاء النسبية تعالوا نشوف مع بعض تمرين ونحل مع بعض بيقول لي قرب 48.3 كيلو جرام الى اقرب كيلو جرام ثم احسب الخطأ المطلق الخطأ النسبي الخطأ المئوي واحد يقول لي يا استاذ طيب انا ممكن في السؤال يجيب لي احسب الخطأ المئوي مرة واحدة اقول له هل ينفع تطلع الدور التالت من غير ما تعدي على الدور الاول والتاني حتى لو ما قالكش انا بقول لك اطلع الدور التالت يبقى لابد ان تمر على الدور الاول والدور الثاني ايضا لما اقول لك الخطأ المئوي مباشرة في الحالة دي هتعمل ايه لازم تجيب للخطأ المطلق والخطأ ايه النسبي تعالوا نشوف المسألة بتاعتنا هو طالب كم مطلوب وهعمل ايه بقول لي قرب الكيلو جرام الى اقرب ايه كيلو جرام يعني الاقرب وحدة يبقى انا هقول له تمانية واربعين وتلاتة من عشرة تقريبا تبت تلاتة يا شباب بتدي ولا لا لا يبقى عندي هيطلع تمانية واربعين وقول له بقى الخطأ المطلق يساوي احنا قلنا لك القيمة المقربة ناقص القيمة المضبوطة طيب انا عندي هنا في القيمة المقربة اللي عندي كالتمانية واربعين القيمة المضبوطة اللي كان عطهاني تأمني واربعين وتلاتة من عشرة يساوي هيطلع عندي سالب تلاتة من عشرة طيب اجيب الخطأ النسبي الخطأ النسبي يساوي هقسم ايه الخطأ المطلق الخطأ المطلق على القيمة المضبوطة طيب احنا عندنا قسمة يعني لابد ان احنا هنستخدم يا شباب هنستخدم الالة الحاسبة احط سالب الاول ثم اقسم هقول له تلاتة من عشرة تقسيم تمانية واربعين وتلاتة من عشرة يساوي لو اطلعلي في الالة الحاسبة عندي كس بضغط على الزرار اللي هو اس دي يحولها لي الى فصلة خلي بالك يبقى انا عندي اه ده انا لقيت في الالة يا استاذ عندي مضروف في عشرة استسالب تلاتة دي معناها ايه معناها بكل بساطة ان احنا لابد من وضع العدد على الصورة القياسية تب ازاي قالك ارجع بالفصلة الى جهة اليسار تلاتة ارقام لانه قال لي عشرة استسالب تلاتة طب لو كان عاطين عشرة استسالب اتنين ارجع الفصلة جهة اليسار كان منزلتين او رقمين طيب يبقى خلي بالك لما يطلع لك في الحاسبة ان عشرة استسالب كزا يبقى لابد انك تكتب العدد في الصورة ايه القياسية يبقى تعالوا نكتب بقى هنحرك الفصلة يبقى الستة ونقول فصلة صفر صفر فصلة اتنين واحد واحد ده كان الخطأ ايه النسبي طيب انا عايز حاجة بقى ايه اخر حاجة الخطأ المئوي الله خطأ المئوي ده اسهل واحد فيه اكتب القانون الخطأ النسبي ضرب مية جميل طب النسبي هاو قصة مطلعينه ضرب مية واحد يقول لي في الضرب احنا نحرك الفصلة جهة اليمين طب كم رقم اه رقمين يبقى هقول له فصلة وبعدين ستة اتنين واحد كده عندي اه خلصت الايه الخطأ المئوي والمطلق والنسبي جميل جدا تعالوا نشوف السؤال ده بتاعنا بيقول لي اوجد نهايته الخطأ المئوي الله عليك لسه انا مفكرك بيها يعني انا ممكن اجيب لك الخطأ المئوي مباشرة ماقولكش المطلق ثم النسبي ثم المئوي يبقى خلي بالك لازم تطلع السلم ايه درجات بيقول لي اوجد نهايته الخطأ المئوي في العدد المقرب 48 اذا كان مقربا لاخر رقم فيه واوجد الحدين الادنى والاعلى للعدد الحقيقي تعالوا نشوف مع بعض احنا هنعمله هنقول له الحل هو عاطيني العدد مقرب عاطيني العدد مقرب يبقى انا هجيب نهايته الخطأ المطلق يساوي مش احنا بنقول موجب وسالب خمسة يا شباب تمام طب ازاي ان احنا العدد ده عدد صحيح كان العدد المقرب هو الاعشار يبقى انت هنا ممكن تجيبها ايه هتحط الفصلة بعد رقم او تقول الاعشار دي ممكن تاخد نصها يبقى خمسة من عشرة طيب نهايته الخطأ النسبي يساوي موجب وسالب خمسة من عشرة على العدد المقرب 48 نروح للحاسبة ونقول له خمسة من عشرة تقسيم 48 يساوي عندي فصلة ستة لا صفر هذه صفر واحد صفر اربعة واحد ستة ستة تاني تمام انا جبت كده نهايته الخطأ ايه النسبي هو عايز ايه عايز نهايته الخطأ المئوي نهايته الخطأ المئوي يساوي نهايته الخطأ النسبي ضرب مية يبقى يساوي فصلة صفر واحد صفر اربعة واحد ستة ستة ضرب مية عند ضرب بنحرك الفصلة جهة اليمين يبقى عندي واحد وصف فصلة صفر اربعة واحد ستة هو عايز ايه الحد الاعلى والحد الادنى اقول له الحد الاعلى الحد الادنى الادنى الاعلى يعني هجمع الادنى يعني هطرح بيقول له هنا ايه القيمة المقربة القيمة المقربة تمام القيمة القيمة المقربة زائد الخطأ المطلق وهنا برضو نفس الكلام القيمة المقربة ناقص الخطأ المطلق جميل طيب القيمة المقربة اللي عندي كام؟ تمانية واربعين عدد لعطيهن زائد الخطأ المطلق خمسة من عشر يعني تمانية واربعين ونص طيب الخطأ القيمة المقربة تمانية واربعين ناقص الخطأ المطلق خمسة من عشرة يعني سبعة واربعين ونص ده لو انا جيت قربت العدد يبقى انا عندي الحد الاعلى ليه تمانية واربعين ونص والحد الادنى كام سبعة واربعين ونص جميل جدا تعالوا تعالوا نشوف مسألة جميلة برضو أيضا بيقول لي قطعة أرض مستطيلة الشكل عرضها 56 متر وطولها 78 من 10 وكان كل من الطول والعرض مقربا لآخر رقم فيه احسب كل من نهاية الخطأ المطلق والخطأ النسبي في حساب مساحة هذه الأرض تعالوا نشوف أنا عندي قطعة أرض الطول 78 من 10 العرض 56 تعالوا نجيب المساحة مساحة قطعة الأرض انت عارف المساحة بيساوي ايه؟ انت مستطيل يبقى الطول ضرب العرض يبقى انا هضرب 70.8 من 10 ضرب 56 برضو بالحسبة 70.8 ضرب 56 هيطلع عندي 3964.8 من 10 دي مساحة يا شباب يبقى متر تربية جميل أول تعالوا بقى نجيب النهاية الخطأ النسبي ونهاية الخطأ المطلق في المسألة دي هيطلع حاجة جميلة جدا أنا هستخدم القانون بالعكس يعني أنا هجيب الخطأ النسبي الأول ثم منه هجيب الخطأ ايه؟ المطلق تعالوا نجيب نهاية الخطأ النسبي للطول يساوي موجب وسالب 5 طب أنا عندي هنا في الطول علامة كام؟ علامة عشرية واحدة يبقى انا هنا هضيف ايه؟ صفرين على العدد 70.8 من 10 وأسم بالحسبة يبقى فاصلة صفر صفر خمسة تقسيم سبعين تقسيم سبعين فاصلة تمانية من 10 يساوي هنا قال لي اضرب في سالب 5 يبقى نحرك الفاصلة خمس أرقامي يبقى فاصلة أربع أصفار اتنين تلاتة أربع سبعة صفر ستة تنين جميل ده كان ايه؟ كان نهاية الخطأ النسبي في الطول نهاية الخطأ النسبي للعرض يساوي موجب وسالب ستة وخمسين يبقى خمسة من عشرة على ستة وخمسين ما ننساش موجب وسالب هنطرق أنقسم فاصلة خمسة تقسيم ستة وخمسين يساوي هنا قال لي عشرة والسالب تلاتة يبقى حرك الفاصلة تلات أرقامي يبقى حط صفرين تمانية تسعة اتنين تمانية طعالوا بقى نشوف نهاية الخطأ النسبي للمساحة يساوي موجب وسالب المساحة هنا الطول في العرض يعني ضربه جميل وإحنا عندنا هنا بنجمع يبقى هنجمع اتنين ستة صفر سبعة اربع اصفار زائد تمانية اتنين تسعة تمانية صفرين هيساوي موجب وسالب فاصلة اربع اصفار سبعة صفر ستة اتنين زائد فاصلة صفرين تمانية تسعة اتنين تمانية يساوي قال لي مضروف في عشرة والسالب تلاتة جميل يعني بحرك الفاصلة صفرين تمانية تسعة تسعة تمانية هو كان عايز ايه نهاية الخطأ احسب كل من نهاية الخطأ النسبي والمطلق طيب هو عايز هنا بقى نهاية الخطأ المطلق يبقى اقول له نهاية الخطأ المطلق هيساوي انا كان عندي النسبة بيساوي المطلق على القيمة المقربة هنا عايز انا نهاية الخطأ المطلق يبقى هضرب نهاية الخطأ النسبي ضرب القيمة المقربة فين القيمة المقربة قيمة المقربة ان هي عندي ايه ان انا جبتها بتاع المساح يبقى انا في الحالة دي هقوله يساوي موجب وسلم فصلة 008998 ضرب المساحة عندي كام 3964.8 وطلع ايه الناتب جميل جدا كده احنا يعتبر خلصنا التمارين الوحدة الاولى اللي هي التقريب والخطأ انتناولنا فيها التقريب وازاي احول التحويلات وبرده اتكلمنا على الخطأ المطلق والخطأ النسبي والخطأ المئوي تعالوا نشوف مع بعض عندي الوحدة الثانية الخلط والمسج خلي بالك هنا معي بقى انا بخلط وبمزج طب يا ترى انا بخلط ايه وبمزج ايه الخليط ده بيكون ايه بيكون مواد صلبة يعني انا ممكن اعمل خرصانة مسلحة احط رمل واسمنت وزلط ممكن انا اجيب شاي نوع معين واخلطه مع نوع اخر عشان ممكن ليه ممكن يديني نكهة جميلة ممكن اخفض التكاليف اجيب نوع جالي ونوع رخيص واخلطهم مع بعض ممكن ان انا استخدم الخلط ده يبقى انا عندي لما اخلط او امزج اكيد ليه فايدة ما انا مش هعمل الحاجات دي كلها اكيدا وخلاص يبقى هنا هنتناول مع بعض الاسباب الخلط والمزج وهنعرف يعني ايه خليط وهنعرف يعني ايه مزيج وبرضه عندنا بنسمع كلمة سبائك الذهب هنعرف يعني ايه سبيكة مع بعض حالا الخلط هو عملية اضافة مادتين او عدة مواد صلبة مختلفة او كميات مختلفة الجودة زي ما قلتلك الشاي في نوع كويس ونوع وحش او اقل درجة الناتج ده بنسميه ايه خليط وعطينا امثلة الشاي والخرصاء المسلح تبقى المزج عملية اضافة سائلين او عدة سوائل يعني تحط ايه كوكتيل بتروح عند بتاع العصير وتقول له ديني فراولة على منجة على عصير اصب وتعمل كوكتيل جميل طيب المزج يبقى اضافة سائلين او عدة سوائل يسمى الناتج مزيج زي عصارة الظهور بالكحول عصير المانجو طيب السبيكة ده خليط لان خلي بالك احنا بالنسبة للسبيكة بتمر بالمرحلتين انا عندي بحط المواد اذا كان من المعدن الحديد مثلا وحط معها الذهب واصهرهم يبقى انا كده عملت اسالة ليهم ثم امزجهم مع بعض وبعدين ابردهم بقى صار صار ايه الخليط عندي اصبحت خليط يبقى كان في مزج وفي خلط ده بالنسبة ايه للسبيكة طيب تعرفها ايه اللي هي خليط مكون من معدنين او اكتر بعد اسالتهما يعني بعد ما سيلهم ومزجهما بعد ما مزجهم مع بعض ثم تبريد المزيج وتسمى السبيكة باسم المعدن النفيس فيها يعني سبيكة الذهب سبيكة البيلاتين سبيكة الفضة يبقى المعدن النفيس المعدن الغالي تسمى به ماقولش سبيكة ايه الحديد لا او الصفيح لا انا بقى هنا بقول ايه سبيكة الذهب او سبيكة الفضة طيب عندي هنا قانون جدا جميل والسؤال ده تعريف العيار السبيكة دائما يأتي في الاختبار بعدة اشكال اول حاجة يعني ايه عيار السبيكة قالك هو نسبة بين وزن الذهب او وزن المعدن النفيس لو كان هو ذهب او فضة الى الوزن الكل طيب العيار ما هو وحدة العيار قالك القيرات تسمع يقولك ايه الذهب عيار 21 قيرات او 24 قيرات او الاقل 18 قيرات معنى 18 قيرات يعني الوزن لو قسمت 24 جزء منهم 18 جزء الذهب خالص واذا كان 21 قيرات معنى لو قسمت الوزن اللي عندي ال 24 جزء منهم كان 21 جزء خالص من الذهب طيب لو كان 24 قيرات يعني كل السبيكة ايه الذهب خالص طيب انا عطيك مثال هنا عيار ذهب 21 معنى وجود 21 جزء الذهب فيها لما قسمهم 21 على 24 يبقى 7 أتمان من وزن السبيكة طيب القانون اللي انا بقولك ركز عليه القانون اللي عندي ده ده تقدر تشكله الى 4 قوانين عيار السبيكة على 24 قيرات يساوي وزن الذهب على وزن السبيكة تعال معايا هنا انا هشكل لك القانون ده الى 4 قوانين انا بقولك عيار السبيكة على 24 قيرات يساوي وزن الذهب على الوزن السبيكة اللي هو الوزن الكل ده تناسب يعني عندي طرفين في وسطين تمام كده طب انا محتاج هنا ايه محتاج عيار السبيكة عيار السبيكة مضروف فيها مين وزن السبيكة يبقى خليه هو في المقام يبقى عيار السبيكة خلي المضروف فيها في المقام وزن السبيكة وضرب وزن الذهب ضرب 24 طب لو انا عايز وزن الذهب خلي بالك عشان السؤال اللي جاي هطلب فيه وزن الذهب مين المضروف في وزن الذهب 24 خليها في المقام جميل وهنا هضرب عيار السبيكة في وزن السبيكة ممكن اقول وزنها على طول طب لو انا عايز وزن السبيكة هتقول لي مين مضروف فيها عيار السبيكة يبقى هو اللي في المقام وضرب 24 في وزن ايه الذهب تعالوا نشوف مع بعض هنا اسباب الخلط والمزج زي ما قلتلك انا ما بنعملش حاجة كده وخلاص لابد ان انا هيعود علي بالنفع والفائدة طب انا بخلط ليه وبمزج ليه قال لك حاجة خفض التكاليف مش معقولة روح اعمل خرصانة مسلحة كلها اسمنت او كلها حديد او كلها زلط لا يبقى في الحالة دي انا بحط رمل بكمية معينة وبحط زلط وبحط اسمنت وباخلط دول مع بعض عشان تطلع للخرصانة المسلحة اعطاء الخليط صفة الجودة او الصلابة لما يكون هو مادة واحدة بس هيبقى ايه مفيش جودة وصلابة لما احط معاه اكتر من مادة يبقى انا عندي هنا الصلابة اكساب الخليط او المزيج النكهة المطلوبة انا محتاج ان انا اعمل عطر معين او عصور يعني في الحالة دي ان انا اضيف شيء مع الكحل واجيب ظهور معينة عشان يديني ايه النكهة المطلوب حفظ المأكلات والمشروبات باضافة مادة بنزوات السوديوم لما اضيف هنا المزج هنا بحفظ ايه المأكلات طيب تعالوا نشوف بقى نحل اول تمرين عندي عقد من الذهب وزنه 120 جرام من عيار 21 قيرات اوجد وزن الذهب الخالص فيه تعالوا نشوف ونحل مع بعض التمرين ده هو عايز ايه هو طالب وزن الذهب طيب اقوله القانون بتاعي وزن الذهب يساوي شرط الكسر هنا في ضرب وتحت فيه ايه قسمة طيب احنا كنا بنقول ايه احنا كنا بنقول القانون اللي عندي اللي عده اللي هو ايه لما حب اجيب وزن الذهب اضرب عيار السبيكة في وزن السبيكة على 24 يبقى عيار السبيكة في وزن السبيكة على 24 طب انت ايه اللي عيار كام 21 ضرب وزنها كام 120 على 24 انت ممكن تبسط بتبسيط مباشر على 3 فيها 7 على 3 فيها 8 وقسم 8 على 120 يبقى فيها 15 وضرب 7 في 15 ب 105 ايه جرام يبقى لو العقد ده 120 جرام فيه ذهب خالص 105 جرام جميل تعالوا نشوف سؤال تاني بيقول لي هنا ايه صهر صائغ عارف الصائغ اللي هو ايه بيبيع الذهب يسمى صائغ في اللغة العربية سبيكة تاني من الذهب معا جاب سبيكتين الاولى كانت وزنها 48 جرام من عيار 14 قرات ووزن الثانية 72 جرام وعيارها 18 قرات عايز يطلع عيار السبيكة الجديدة فما عيار السبيكة الجديدة المكونة منها انا بقى عايز اقولك في مسائل الخلط والمزج اعمل لي جدول اعمل لي ايه جدول الجدول ده هيساعدك كتير جدا وبسيط وتقدر تحط فيه المعطيات بتاعتك تعالوا نشوف كده الجدول اللي انا هعمله هقوله جدول من ثلاث صفوف و اربع اعمل جميل عندي السبيكة الاولى الثانية وهنا ايه الجديدة السبيكة الجديدة 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 جميل اول هنا عندي الوزن هنا العيار عيار كذا تعال نشوف اول واحدة عندي بيقول لي وزنها تمانية واربعين عيارها اربعتاشر الثانية اتنين وسبعين عيارها تمنتاشر تم تجمع لي دول مع بعض جميل عشان ده وزن السبيكة الجديدة مش هتقل ولا هزيد تمانية واربعين زائد اتنين وسبعين يبقى صفر ومعانا الواحد يطلع مية وعشرين هنا انا عايز العيار بتاع الجديد السبيكة الجديدة انا محتاجة هتعمل ايه بعد ما عملت الجدول هتضرب تمانية واربعين في اربعتاشر زائد اتنين وسبعين ضرب وطمانتاشر يساوي مية وعشرين ضرب عين اضرب معايا تمانية واربعين ضرب اربعتاشر يساوي تاني معلش تمانية واربعين ضرب اربعتاشر ستمية اتنين وسبعين زائد اتنين وسبعين ضرب تمنتاشر يساوي الف ميتين تمانية وتسعين هنجمعهم مع بعض يعني هجمع عليها ستمية اتنين وسبعين هيطلع عندي الف تسعمية تمانية وستين الكلام ده بيساوي مية وعشرين عين مية وعشرين بكتبها مرة تانية او انا عايز بقى عندي اللي هي عيار ايه السبيكة فانا هقول له هقول له عين يساوي هنقسم الف تسعمية تمانية وستين على مية وعشرين ارجع تاني النفس الالة واقول له تقسيم مية وعشرين يساوي طلع عندي ستاشر واربعة من عشرة ستاشر واربعة من عشرة قيرات يبقى عندي السبيكة الجديدة بعد ما عملت صهر للسبيكة الاولى والتانية وكانوا مختلفين في العيار الاولى كان عيارها اربعتاشر والتانية تمنتاشر لما صهرتهم مع بعض وعملت سبيكة جديدة ايه اللي طلع عندي طلع عندي سبيكة نفس الوزن بتاع الاتنين لكن بعيار مختلف اللي هو كان عندي هنا ستاشر واربعة من عشرة ايه قيرات تعالوا نشوف مسألة تانية مزج تاجر اربعين كيلو جرام زيت ثمان الكيلو جرام خمسة وسبعين قرش مع ستين كيلو جرام من نوع اخر ثمان الكيلو مية وعشرين فبكم يصبح ثمان الكيلو جرام من المزيج جميل اوي تعالى معايا وتعالى ما تنساش الجدول اقول لك الجدول انت عرفته بقى كام ثلاث صفوف برفو عليك اربع عمدة جميل طيب النوع الاول يبقى هنا النوع الثاني وهنا عندي ايه المزيج طيب هنا عندي ايه اربعين كيلو جرام يبقى دا وزن برفو عليك ثمن الكيلو جرام يبقى الثمن الله عليك طيب هنا اربعين خمسة وسبعين قرش هنا عندي ستين بمية وعشرين طيب الوزن خلاص انت عارف بتجمع يبقى اربعين وستين كام مية هنا المجهول عندي اللي هو التمن بتاع مين بتاع الايه المزيج طيب انت عارفت القعدة هتعمل ايه هتضرب الوزن في الثمن للأول الوزن في الثمن للثاني وتسويه الوزن في الثمن لايه للمزيج يبقى هنقوله اربعين ضرب خمسة وسبعين زائد ستين ضرب مية وعشرين يساوي مية ضرب بسين زي المسألة اللي فاتت اضرب صفر ينزل اربع في خمسة بعشرين مش شرطه كل مرة نستخدم الحاسبة يبقى معنا اتنين اربع في سبعة بتمانية وعشرين واتنين يبقى تلاتين زائد صفرين ينزلوا وستة في اتناشر اتنين معنا الواحد يبقى اتنين وسبعين يساوي مية سين الله اجمع دول تلات الاف وسبع الاف ومتين عشر الاف ومتين واحد يقول لي انا ممكن استخدم الحاسبة استخدم براحتك يبقى قوله سين يساوي هنعمل ايه الخطوة الشهيرة نقسم يبقى عشر الاف ومتين على مية السؤال سهل وبسيط لان انا عطيلك هنا ايه عطيلك اعداد فيها اصفار المية يعني اصفرين مع صفرين او ممكن لو ما عنديش اصفار فوق اضع الفاصلة بعد رقمين يبقى انا طلعت صفرين مع صفرين يبقى يطلع عندي مية واثنين ايه قرش تعال بقى معي انت عملت ايه واحد كان ثمن الكيلو بتاعه خمسة وسبعين قرش وده كان وزنه اربعين كيلو جرام والثاني كان ثمن مية وعشرين قرش وكان وزنه ستين لما عملت مزيج من نوع جديد اكيد الثمن هيتغير انا دمكتهم مع بعض اللي هو كان سعره اقل وسعره اعلى هللاقي للسعر خلي بالك هيبقى في المتوسط في المنتصف يعني ما يطلعش لا اقل من خمسة وسبعين ولا اكبر من مية وعشرين انتبه لهذه النقطة يعني لما تجيب هنا سعر الخليط خلي بالك القيمة هتطلع بين الخمسة وسبعين والمية وعشرين وفعلا طلع عندي هنا كام طلع عندي مية واثنين قرش جميل اوه تعالوا نشوف سؤال تاني برضو فيه فكرة جميلة السؤال رقم تسعة يخل التاجر نوعين من الفحم ثمن الطن من النوع الاول ثمانية وثلاثين جنيه الله بس معطنيش الوزن خلي بالك وثمن الطن من النوع الثاني خمسة وستين جنيه فبأي نسبة يخلط التاجر النوعين ليكون ثمن الطن من الخليط اربعة وخمسين جنيه هو عايز هنا ايه عايز يقولك انا امتى احط النوع الاول احط منه كم طن والنوع التاني كم طن عشان بيع المزيج اللي هيطلع ده باربعة وخمسين جنيه طيب المسألة دي اكيد ان انا هفرض النوع الاول هفرض وزنه سين والنوع الثاني هفرض وزنه صار تعالى برضو نشوف هنعمل الجدول تعالى مع بعض نقول له تب انت عرفت الجدول اه خلاص بقى ده بقت ايه مركبة مسجلة ثلاث صفوف واربعة عمد النوع الاول الثاني الخليط النوع الاول هنا الوزن هنا الثمن طيب انا ما عنديش الوزن اه ما احنا قلنا هنفرض سين طيب كان ايه الثمن ثمانية وتلاتين هنا صاد خمسة وستين طيب اجمعهم ايه بقى سين زائد صاد عايز يبيع الخليط بكام باربعة وخمسين الله نفس الفكرة اللي احنا شغلين عليها برضو طالما عندي جدول خلي بالك هنضرب الوزن في الثمن للاول زائد الوزن في الثمن للثاني يساوي الوزن الكل في الثمن الكل اللي اللي هو ثمن ايه الخليط تعال نشوف يبقى انا عندي سين ضرب تمانية وتلاتين زائد صاد ضرب خمسة وستين يساوي سين زائد صاد ضرب اربعة وخمسين جميل تعال يعني ايه طيب احنا كده عندنا يا شباب عندنا هنا ضرب يبقى تمانية وتلاتين سين زائد خمسة وستين صاد فكلي القوس بقى ولما نيجي نفك القوس في طلاب بتنسى يضرب في اول حد ويسيب الحد التاني لا ده انا هضرب في السين واضرب في الصاد يبقى اربعة وخمسين سين زائد اربعة وخمسين صاد فاكرين لما قلتلكم لما ننقل حد من الجهة اليمين او اليسار او من اليسار لليمين كنا بنعمل ايه كنا بنقول بنسمي يساوي ده شارع وهنا حارة وهنا حارة ولما نروح من حارة الحارة نغير الاشارة تاني انا عندي يساوي ده شارع عشان ما تنسهاش وهنا حارة وهنا حارة ولما نروح من حارة الحارة ايه نغير الاشارة يعني انا هجيب اللي اربعة وخمسين سين هنا وغير اشارتها وهود الخمسة وستين صاد هنا وغير اشارتها يبقى انا عندي 38 سين ناقص 54 سين يساوي 54 صاد ناقص 65 صاد يساوي تحت يساوي اطرح هيطلع سالب 8 54 يبقى 16 سين 65 ناقص 54 يطلع برضه بالسالب عشان العدل الكبير هو كام 65 هيطلع عندي هنا 11 صاد انا محتاج مين محتاج نسبة للاول عالثاني يعني سين على صاد لما تيجي تحط هنا العددين اعمل العكس يعني اللي جنب سين خليه في المقام يبقى هنا سالب 16 الجنب صاد اللي هو معامل صاد هيبقى في البسط طب انا ممكن ابسط كمان ابسط السالب يبقى طبعا طلع 11 على 16 طب معناها ايه انا عايز بقى اقولك انت عندك اللي كان الوزن الاولاني مش عارفه ولا وزن التاني عارفه ولا عرفته في الاخر برضه بس عرفت نسبة بينهم النوع الاول كان بـ 38 جنيه النوع الثاني بـ 65 جنيه انا عايز اخلط اللي اتنين مع بعض عشان ابيع بـ 54 جنيه تعالوا نشوف عندي هنا السؤال رقم 10 والسؤال دي اعتبر السؤالين مع بعض خلط تاجر 50 كيلو شاي 8 كيلو 30 جرام مع 75 كيلو من نوع اخر 8 كيلو 25 جرام احسب 8 كيلو من الخليط الله ده نفس الكلان قالك لا بس هنا بقى ممكن يقولك ليكسب 32 في المية او ليخسر 10 في المية واحد يسألني طالب ممتاز يقول لي يا استاذ وفيه تاجر هيخسر اقول له اه هو احيانا عنده مخزون كتير عايز يبيع باقل عشان يصرف عشان يجيله سيولة عايز عملات عايز عملة هو عايز يعمل ايه بيبيع اللي عنده بسعر اقل حتى ممكن يخسر فيه عشان يصرف اللي عنده في المخازن ويشتري ايه جديد الفكرة كلها ازاي ان انا اجيب امتى يكسب كذا وامتى يخسر كذا السؤال ده جميل جدا نفس خطواتنا نفس الجدول تعالوا معايا ونشوف هنعمل ايه عالسريع كده برضو ثلاث صفوف اربع عمدة خلاص عرفنا تمام عندي هنا النوع الاول الثاني الخليط خمسين تلاتين خمسة وسبعين خمسة وعشرين مجموع دول مية خمسة وعشرين وهنا هيبقى ايه سين انا هتطلع لك الناتج هنا سين عندي هيطلع سبعة وعشرين جنيه لما تضرب طب انا عايز بقى الفكرة بقى يبيع بكام لما يكسب اتنين وثلاثين في المية ده مكسب هزود عليه مية يعني مية اتنين وثلاثين في المية يبقى في حالة المكسب طب في حالة الخصارة هنطرح يبقى مية ناقص عشرة يساوي تسعين في المية يبقى انت عندك ثمن البيع في المكسب هتعمل ايه هتضرب سبعة وعشرين ضرب مية تنين وثلاثين في المية يعني على مية طب ثمن البيع في الخصارة هتضرب 27 في 90 على كام على 100 اخر سؤال عندي اللي هو بتاع الخرصانة وده على السريع هعمل لك الجدول وانت ممكن تكمل فيه هنا عندي خلطة مقاول وعايز يعمل خرصانة فيها ايه فيها ظلط وفيها رمل وفيها اسمنت احنا هنزود هنا صف عمود زيانة عشان عندي ظلط عندي رمل عندي اسمنت عندي الخرصانة كان بيقول لي 2 طن وهنا 1 طن وهنا 0.5 مجموحهم 3.5 الطن الظلط كان ب120 الرمل ب80 الأسمنت ب900 وهنا عايز 8 طن من الخليط نفسي فكرة ايه المسألة الاولى هنضرب 2 ضرب 120 زائد 1 ضرب 80 زائد نص ضرب 900 يسوي 3.5 اللي هي 7 على 2 ضرب سين اضرب يبقى 240 زائد 80 نص التسعمية كام 450 يسوي 7 على 2 سين اجمع دول مع بعض الصفر ينزل 4 و 5 4 و 8 12 و 5 7 معنا الواحد 3 و 4 سبعة يسوي 7 على 2 سين انا عايز بقى سين هضرب 770 في 2 تقسيم سبعة دي فيها 11 10 220 يبقى انا عندي هيطلع عندي 220 ايه جنيه تعالى بس ابسط لك بقى الدنيا انا عايز اعمل خرصان تمام يبقى في الاخر بعد ما عملت ده كله طلع عندي ايه 220 جنيه 8 الطن الواحد اعزائي الطلاب الى هنا ينتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا